أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب هناك سنة من سنة الله اسمها سنة التعويض فمن أعطى مالا في سبيل الله فإن الله يعوضه ومن أعطى أكثر من ذلك فإن الله يعوضه بأكثر ذلك حتى الإمام الحسين في الأحاديث الشريفة أن الله عوض الحسين عن مقتله بصلاة أن جعل الأئمة من ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته وشفاء في تربته هناك ملك يقول الله عز وجل يدعو يطلب من الله اللهم أعطى كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا من أراد الدنيا فبمن يتوسل بملء الفم أقول من أراد الدنيا فعليه بعبد الله الرضيع ومن أراد الآخرة فعليه بعبد الله الرضيع ومن أرادهما معا فعليه بعبد الله الرضيع إن الله عوض هذا الطفل الذي أعطى دمه في سبيل الله وهو في ستة شهور من عمره أعطى دمه فأعطاه لله التعويض بأن لا يرد سائلا يسأل الله بحق عبد الله الرضي وبحق دمه لا فيما يرتبط بالدنيا ولا فيما يرتبط بأعظم حاجة من حاجات الناس وهي الجنة التي لو أعطاها لأحد فإذا منعه عن كل شيء فإنه قد أعطاه خير كثيرا وإذا لم يعطي الله الجنة لأحد فما مهما أعطاه له في هذه الدنيا فليس لها قيمة في يوم القيامة تريد الجنة أطلب من عبد الله الرضي أن تحشر معه وفي درجته تريد الدنيا وما فيها أطلب من عبد الله الرضي وأطلب من الله بحقه على الأقل وتريدهما معا أيضا أطلب من الله بحقه عبد الله الرضي هذه قضية في علم الله وفي الروايات والأحاديث وحسب إيماننا بهذا الدين قضية واضح الله يعوض كما عوض أباه يعوض هذا الطفل الرضيع الذي أبكى الحسين وأبكى الملايين من الناس ولا يزال يبكي عيون الملايين طفل صغير لكنه في السماوات كبير وعند الله أظيم ومن هنا فإن الله يقول في كتابه الكريم وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب هذا فيما يرتبط بالكبار أو الصغار لا فرق فيما يرتبط بالنساء والرجال لا فرق الله عنده لعبد الله الرضيع زلفة وحسن مآب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل بيث يا طيبين الطاهرين